يعني أقول لك انزل الانتخابات وأنا ما انتخبش أول واحد في الدنيا أهو مش أول واحد في الدنيا طبعاً ولا حاجة لكن أنا مارست حقي حقي الدستوري وحقي القانوني حقي كمواطن لا خلي بالك دي مش معناها تحذير لصمح الله دي معناها رحت انتخبت خدت بعضي ورحت أنتخب والانتخابات بالنسبة لي وأظن من نسبة لناس كتير جداً يا شهدت الأهمية أنا عندي قصة مع الانتخابات أنا كائن انتخابي كائن انتخابي ليه بقى أنا الحقيقة بسبب أمي ربنا يديها الصحة الكاتب الصحة فيها الرائعة اللذيذة الحبوبة تحيي عبدالوهين طبعاً هي عتقى تضحك إيه حبوبة دي بس هي عارفة أنها بستخدم كلمة الحبوب دي كتير المهم يعني أنه كانت تخدني معاها طبعاً هنكونش بلا من انتخابات رئاسية لحاجة زمان كان عندي تقريباً خمس سنين أول مرة تقريباً أنا ظن دي لو أنا فاكر صح خدتني معاها أول انتخابات أشوفها في حياتي انتخابات نقابة الصحفية كانت تخدني تخد مريم أختي ونروح على الانتخابات وعلمتنا أو عودتنا أو غرزت جوانا أو كرست في وجدانا وبناءنا أن الانتخابات دي شيء مهم جداً 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 وأن الانتخابات هي حقك يعني كنا زمان بقى الانتخابات ده حقيقة أو حقها يعني كصحفية من حقها أنها تروح تدلي بصوتها في الانتخابات وتقرر مين النقيب وتقرر مين مجلس النقابة وما إلى ذلك ولم تقطع عننا هذه العادة على الإطلاق لحد سنة عشرين تلاتة وعشرين يعني زملائي الأعزاء الصحفيين أعرف أنها دايماً أخب بعضي أروح مع ماما لو أنا مش موجود هتلاقي مريم أختي لموجودة مع ماما المهم أنه لازم لازم نكون موجودين في الانتخابات بتاعة نقابة الصحفيين من وانا عمري خمس ست سنين لحد ما بقى عمري تمانية واربعين سنة وكسور وماشي على التسعة واربعين أهي كلها شهرين ثلاثة فتعلمت في حياتي أن الانتخاب حق الانتخاب واجب نحية نفسي وواجب نحية مثلاً نقابتي واجب نحية النادي اللي ممكن أكون عضو فيه واجب نحية حياتي بلدي إذن فهي الانتخابات بتاعة البرلمان بغرفته الانتخابات نحية الرئاسة حتى أن أنا خدت قرار أخوض أنا كمان الانتخابات في اتحاد الطلبة بتاع المدرسة وما إلى ذلك وفضلت طول عمري كائن انتخابي رجل إن لم يكن مرشحاً فأنا مصوتاً ناخباً وعن يقين يعني أنا خطت انتخابات كتير جداً في حياتي لحد انتخابات مجلس النواب بس دايماً بالنسبالي الانتخابات مش بس إن انت مرشح حقك أنا عايز حقي حقي بروح أخده في السندوق أنا عندي أربع مرشحين أختار اللي أنا عايزه خد بالك في حد سألني يوم السبت يوم السبت الصبح مواطن شافني في الشارع فقال لي يا أستاذ يوسف أنتخب مين قلت له ما قدرش أقولك فقال لي احنا مش على الهواء قلت له ما قدرش قلت له انت عندك مرشح معارضة أصيل وواضح وعندك اتنين مرشحين جايين من الجانب الليبرالي وعندك مرشح مستقل اختار اللي انت عايزه شوف انت عايز إيه عايز مرشح يمثل المعارضة إن كنت أنت جزء منها توكل على الله عايز مرشح لبرالي وفدي موجود عايز مرشح لبرالي من حزب الشعب الجمهوري موجود عايز مرشح مستقل موجود عندك ألوان الطيف اتفضل ومرشح المعارضة يسار ده على سبيل المثال أو سمي يسار وسط المهم إنه يسار وهذا من فضل ربي المهم اللي عايز أقوله لك آه فندم الانتخابات شيء عظيم